بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة البحث لمشكة الاتجار في البشر في ليبيا وإمكانية فرض عقوبات على المتورطين في هذه التجارة ودعت الأمم المتحدة إلى مساعدة الاتحاد الأفريقي في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وشيرة إلى أن ثلاثة ألاف مهاجر غرقوا في البحر المتوسط هذا العام وأكد من دوب بريطانيا في مجلس الأمن أن غياب القانون في ليبيا أدى لظاهرة الاتجار بالبشر